بارك رب فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجلي البشير باركاته تكون مع جميعنا أمين في ذلك الزمان بدأ يسوع من ذلك الحين يظهر لتلاميذه أنه يجب عليه أن يصعد إلى قرشليم ويعاني ألاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث فانفرد به بطرس وبدأ يعاتبه فيقول حاش لك يا رب لن يصيبك هذا فالتفت وقال لبطرس اذهب خلفي يا شيطان فأنت لي حجر عثرة لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر ثم قال يسوع لتلاميذه من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسي ويحمل صليبه ويتبعني لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها وأما الذي يفقد حياته من أجلي يجدها ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وماذا يعطي الإنسان بدلا لنفسه سوف يأتي ابن الإنسان في مجد أبيه ومعه ملائكته فيجازي كل إمر على قدر أعماله حقا والمجدول الله آآ 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 أخوة الأحباء الرب بيستقبلنا كلنا النهاردة بهذه الكلمات الجميلة أخونا إرمية النبي واقع في أزمة قوية جران كريز بوركواء إلان جران كريز ليه بيتأزم ليه موجوع علشان في حاجة بتحصل اللي بيعيشه حاسس إنه ربنا جذبه إليه خلاه يتعلق به ويحبه وبعد كده لقى نفسه بيتهزأ بسبب كلمة ربنا فبيقول إيه يا رب أنت خدعتني أنا كنت فاكر لما حكلم بإسمك وكلم عنك الناس وقلهم اللي أنت عايزني أقوله الناس كانت حتقدرني وتديني إيه ما شوية وتحترمني عشان أنا بتكلم كلام ربنا لكن يا رب أنا بلاقي العكس ده فين ما بيروحوا بيتكلموا علي وأول مفتح بقي بيدحكوا علي أنا مش عارف أعمل إيه طب أنا قررت حاجة يا رب إن أنا من هنا ورايح بعد اللي بيحصل ده أنا حبطل أتكلم عنك مش حجيب سرتك قدام الناس الناس بتعمل غلط مش هفتح بقي حشوفهم بيتكلموا غلط وبيعملوا حاجات غلط وأنا هقعد ساكت مش حكلم والحقيقة ده موقف ناس كتيرة موجودة هنا معانا دلوقتي يا ما بنشوف في عائلتنا مع أولادنا مع أهلينا في الأنشطة في الكنيسة حاجات ونحس إنه ربنا بيدينا كلمة لكن إيه اللي بيحصل لو أقولها ليه لو قلتها له هيزعل ومش هيحبني فما فيش داعي وخلي الأمور كده هو يعمل اللي يريحه وأنا خليني في حالي ومسك لساني في بقي وساكت الموقف ده مش مسيحي ليه لأنه إذا ربنا يدك كلمة في قلبك عشان تقولها لأخوك مش من حقك تحبسها فيك ولو حبستها إيه اللي بيحصل ده خبرة قرمية بعد كده أنا قلت مش هفكر فيه ولا هتكلم باسمه يريد تحطيلي القرية الأولى ولا هتكلم باسمه من بعد كده لكن إيه اللي كان بيحصل لما كانش بيتكلم كان في قلبي نار بتاكلني كان في قلبي إيه نار بتاكلني إيه بنا بيحب الشخص اللي بيقولك تقوله الكلمة دي بيحبه فأنت مرسل من الله عشان تقوله كلام الحب من خلال من خلال التقويم والتصحيح ولما بتحبسها ما بتبينش هذا الحب للتاني ناس كتيرة تفضل تبقى دانسة كوموديتي دانسة كومفار ربنا يديها كلمة للتاني وتحبسها فبيقول إيه إرمية لما كنت بحبسها كانت بتحرق قلبي وبتحرق عزامي لكن في النهاية ما قدرتش أمسكها كانت بتطلع مني وأنا مش قادر تمسكها كان لازم أقولها دي خبرة مهمة أوي المحبة نحو أخوك يعني تقول له اللي ربنا بيديهولك بمحبة مش بقلة أدب ولا بتهزيق ولا بأسلوب يحسسه إنه هو إنسان ولا حاجة طب الخبرة بتاعة قرمية الكنيسة بتديها لنا ليه النهاردة عشان دي خبرة يسوع يسوع عنده مشكلة النهاردة مع بطرس إيه مشكلته مرة فاتت مع بطرس كان إيه بقى ما هي سدين يا بطرس لما قال له أنت المسيح ابن الله الحي فبيقول له يعني واو مش أنت اللي بتتكلم كده لكن ده روح الله ده القاب هو اللي بيوحيلك هذا الكلام النهاردة بطرس بيعمل معه موقف تاني يسوع بيقول أنا رايح ورشالين وهناك هتقلم كتير قوي هتعزب وهتقلم شديد من مين من الشيوخ الكبار بقى بتوع المنطقة الشيوخ والأحبار اللي هما رؤساء الكهنة والكتبة الناس اللي بتعلم الشعب وحيتقتل يسوع بيقول وحيتقتل وحيقوم في اليوم التالت بيعلن بيعلن يسوع عن اللي هيحصل له وهو مقتنع انه خلاص داخل الالام دي وهيعيشها وشايف ان دي ارادة ربنا لي ومقتنع ومصمم على ان يخش فيها ويعيشها يجي بطرس بقى بعد ما عمل الموقف الجميل يقول له ايه هنا من الترجمة حشا لك يا رب لا الترجمة الصحة هي مش مشيئة ربنا انه يحصل فيك كده دي بطرس اللي بيقول كده مش مشيئة ربنا مش لفولنتي دي ديو انه انت تتقلم كده كلمة دي خلت يسوع يخرج عن طبيعته لانه بعد ما خده على جانبه وبيقول له مش مشيئة ربنا يحصل لك كده يسوع بيقول له ابعد عني ياشتان ما اعتقدش الكلمة دي حولها من فضلك ابعد عني ياشتان وهو محتفظ بكل هدوء وكده ورزنته والحاجات اللي انتو بتحبوها ما اعتقدش اذهب عني يا شيطان اللي انت بتقوله ده مش من عند ربنا يسوع راجل ومصمم يخش في ارادة ربنا مش راجل بيبحث على البلزير من التنين لما يغلطوا يتكلم بعنهم بطريقة تريجران تي كده كلام من تحت البق وانسانه ما يطلعش عشان يفضلوا يحبوه هو رايح يتقلم ليه في قرشاليم عشان عنده مشاكل مع الاحبار والشيوخ والكاتبة مع كبار البلد ورؤساء الكاهنة طب ليه عنده مشاكل عشان ما كانش يحنين عن الناس ما كانش بيعمل كرس كانت الناس كرها واللي مش هيفهم كده مش هيعرف يكون مصيحي لانه انت محمد ونبي نبي بمعموديتك وهي دعوتك زي يسوع ايه هو مكانك مكان يسوع انت كريستوفر انت وانتي حامل المسيح وحامل المسيح لمصير المسيح زي النبي قرمية وزي يسوع عشان كده بيقول ايه انت دلوقت يا بطرس بكلامك ده بتتكلم باسم ربنا وبتقول ان هو مش عايز انه ده يحصل لي انت شطان انا مش عايزك تقول كده قبل ان امراتك تخرب البيت عليك لا انتي ممكن مخطئة انتي غلطانة انت شطان وافكارك مش افكار ربنا لكن افكارك افكار الناس بعد كده صعب يتكلم التلاميذ كلها يقول لهم ايه بصوا بقى اللي عايز يتبعني ويبقى مسيحي ويبقى تلميذي في حاجات مهمة لازم تحصل دمرة واحد يكره نفسه يعني نفسه مش المركز في كل حاجة اه انا حاسس انا بحب اعمل انا بحبش انا كذا انا ها كل حاجة انا 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 ما فيش جملة تتقال اللي ما فيها كلمة انا عشر مرات انا 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 يا عم ربنا بيدعوك لايه يا عم شوف انت عايز ايه وكل حاجة بتختارها الشغل ما هواش الراحة الجميلة اللي انت لما تروح مدرسة لما تروح مصنع لما تروح العيادة لما تروح مش عم كل شغل مقلم وفيه اللي بيدايق وفيه اللي مين فيكم هنا مش في شغله قرفان وعنده اللي بيدايقه اذا في كل مكان فيه مدايقات طيب بقول لكم كده ليه عشان ما فيش حاجة بتريح فلما ما فيش حاجة بتريح انت دايما تدور على حاجة تريحك شغلك واق 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 يا عم ما فيش ما فيش فالحل مش انك تدور على حاجة تريحك شغلي رياحك الحل هو انه تكره نفسك تزهد في نفسك ما تحطش نفسك المركز يسوع في المركز وانت بتاخد مع يسوع وبتعيشه مع يسوع اول حاجة اللي عايز يتبعني يزهد في نفسه ويحمل صليبه من غير صليبك حبيبي ما لكش خلاص انت عندك حياة طبيعية خدتها من بابا وماما والدوك والحمد لله توجدت في الدنيا وعندك حياة بس ذلك عشان تتنقل لحياة تانية محتاج للصليب يسوع بموت وقيامته دخل في حياة تانية بكلمته بيدخلنا في حياة تانية بالمعمودية بنخش في حياة تانية بنبتديها من دلوقتي حياة جاية من السماء حياة أبادية عشان كده يقدروا أعداءنا واللي بنكلمهم يقدروا يكرهونا ويعملونا كل الشرور زي ما عملوا في يسوع لكن ما بتموتش حياتك ما بتتهدش ليه؟ لأنك اتنقلت من الحياة الطبيعية اللي بديتها لك بابا وماما إلى نيفو تاني إلى مستوى تاني إلى ليبل تاني حياة جاية من السماء لكن كل الحاجات اللي بتدايقنا بنعيش على مستوى الحياة الطبيعية والجسد بنتقلم نتحطم لفي ديبريسيون عشان عايشين في الجسد عايشين ومركزنا الإيجو لكن لما نتنقل من كده لحياة جاية من ربنا طب ما يعملوه يعملوه كل إنسان حر هو راح منع الشيوخ هو راح تأسف لرساء الأحبار عشان يخففوا عنه الجلوء الجلد هو راح أقل الجنود لا عملوني كويس أنا ما عملتش حاجة وحش عشان تتفوا علي وتضربوني بالألم يعملوا اللي نعملوه أنا عايش إيه الإيجو بتاعي في المركز ولا يسوع في المركز يسوع في المركز أنا بدخل في صليبي بدخل في وقاعي في الألم يا مناس النهاردة تجد لهم صرت الألم نعم أنا مش لازم أتألم وبيحاول يعملوا إيه برنيه يعيالهم من كل الألم الألم مش دخلة في القواميس بتاعتنا انتبهوا بيتحكوا علينا انت بالألم تولدت أو ممكن يدولك حقنا دلوقتي الماما عشان ما تحسش بالألم هكي الألم موجود وانت لما نزلت من بطن مامي عاد تتعيط وتعمل دوات سامويل النهاردة عايل عنده خمسة أيام يا ما بيتقلم رح تشوفت في المستشف طفل خمسة أيام بيتقلم من يقدر يمنع الألم هم مشارين تتقلم الوحدة بتتقلم كبر السن في قلم الأوجاع في قلم عدم المحبة في قلم الزوجة اللي ما عندها الشركة معجوزها بتتقلم من يقدر يشير الألم دلوقتي مش كده سوى قيع جداً محبة يقول لك إيه من لم يحمل صليبه ويتبعني ما يقدرش يكون ليا تلميز وبعد كده بيقول كلمة مهمة قوي عايز تخلص حياتك اللي انت خدتها من بابا وماما ابزلها من أجله حتتنقل لحياة تانية وهتربح حياتك حتكون جنيعة وبعد كده بيقول لو هتعيش على مستوى الحياة الأولمية الشغل وتهري نفسك في الشغل ساعات وربحت الدنيا كلها حبيبي تعمل إيه لو قدامها فسرت نفسك بقيت رئيس مركز الدنيا دي كلها مركز الاتصالات مركز الكمبيوتر في مصر بقيت شركة أبل بقيت الرئيس وربحت كل حاجة عندك مستشفات الدنيا وكل العيانين يروحوا عندك وانت كسبان ومدي نفسك للشغل عظيم وبعدين ديت حياتك لكده وما فيش حاجة مع ربنا ما فيش انتميت ما انتهاش مرتاح عشان يسوع مش في قلبك الحياة اللي ديتها للشغل دي ما ديتهاش ليسوع وانت متعمد وربحت الدنيا هتدفع ايه قصات حياتك اللي كسبته ده كله حييجي تمن اللي خسرته نفسك وتدفعه تعالى كده تربح نفسك نو خسرته حتى لو ربحت الدنيا كلها هينفعك بيه وبعدين لما رب ييجي اسألك على نفسك في الآخر ناذا يعطي الإنسان بدلا لنفسه لما رب يجي اسألك هتقول له ايه عن نفسك هتدي له ايه البديل ربنا هيجي في مجده مع الملايكة في يوم من الايام ويشوف الحياة الجديدة اللي اشتهب مع مضيتك مش الحياة بتاعت بابا وماما ايه نوع الحياة الجديدة وهيحسبك على نوع الحياة دي طب والموت على قد ما عشت من حياة أبدية على قد ما ربنا حيدي لك الملء بتاع اللي انت عشت يا حباقي خلينا تجار شطرين خلينا ناس بنفهم نعمل ايه بتدي نتنقل من الحياة الطبيعية بتاعت بابا وماما للحياة اللي ربنا عايز الدهالة وانتاجر نتاجر نعمل اعمال الحياة الابدية عشان نبقى دايما مليانين بالروح ويسوع ملينا ما فيش حاجة تحطمنا لمرض ولا قلة فلوس ولا قلة شغل ولا بقيت عالي ولا بلايخ خفضوك تحت مش عاجة تحطمك لانك عايش على مستوى حياة تانية واخد صليبك واخد وقعك عايش حياتك مع المسيح في المسيح بالمسيح عشان كده مش عاجة تحطمك عمين